موسيقى مشاهدي قناة ميديا تيفيال بكم في هذه السيسيلة الخاصة بتاريخ المونديال التي نرحل فيها كل يوم لمعاينات تاريخ أبرز مسابقة كروية في عدد اليوم نتوقف عند النسخة 16 مونديال فرنسا 1998 سنة 1992 قررت الفيفا منح شرف استضافة المونديال الأخير في القرن العشرين لفرنسا التي كانت مرشحة إلى جانب كل من المغرب والسويسرا الصوات أعضاء الجترفيدي للفيفا توزعت بين 12 صوتا لفرنسا مقابل 7 أصوات للمغرب في من سحبت سويسرا قبل عملية التصويت لتنال فرنسا بالتالي شرف استضافة هذا الحدث الكروي للمرة الثانية في تاريخها بعد نسخة 1374 بلدا عبر العالم سيتبرون في تصفية القرية من أجل حج 32 مقعدا في الموضي لأول مرة بعد أن تم رفع عدد المنتخبات المشركة في النهائيات بثمانية مقاعد نالت منها القرى الإفريقية مقاعدين إضافيا ليسل عدد ممثليها إلى خمسة بينما تحصلت آسيا على ثلاثة مقاعد ونصف الدور الأول من البطولة لم يشهد حدوث مفاجأة تذكر في المنتخب البرازيلي حمل لقب تأهل كمتصدر للمجموعات الأولى رغم هزيمة في الأنفس الأخيرة أثارت الكثير من الجدل في مباراته الثالثة بدور المجموعات أمام النرويش بـ 2001 وهي النتيجة التي أقصت المنتخب الماربي الذي استطاع الفوز على سكوتلندا لكن ذلك لم يكفي أصود أطلس من أجل مرور للدور الموالي الدور الثاني للبطولة وتحديدا دور ثمن نهائي سيشهد سابقة تاريخية بتجري فرنسا للهدف الذهبي أمام منتخب باراغوي في الأشواط الإضافية بعد أن تم تطبيق هذه القاعدة الجديدة ولأول مرة هذا الهدف سيكون من بين القلائل بهذه القاعدة التي تم إلغاؤها سنة 2004 دور الثمن الذي شهد أيضا مباراة متوترة بين إنجلترا والأرجنتين بذكريات مونديالي 86 المباراة شهدت هدفا رائعا لوين روني على طريقة ماردون في مونديالي 86 لكن نقطة التحول كانت ستارد ديفيد بيكهام لتنتهي المباراة بالتعادل وليلجأ الفريقان لشوطين الإضافيين ثم لضربات الترجيح التي ابتسمت للأرجنتينيين ضربات الترجيح هي من ستنقد فرنسا أمام إيطاليا في دور الربع بعد مباراة سهت في وقت الأصل والإضافي بالتعادل السلبي الذي شهد مفاجأة بهزيمة ألمانيا بثلاثية نظيفة أمام كرواتيا التي تشارك للمرة الأولى في المسابقة التي تألق في صفوفها مهاجمها دافر سوكر الذي توجه في الأخير الضفا للدورة برصيد ستة أهداف فرنسا التي سفوقت بعد ذلك على كرواتيا في دور النصف بينما شهدت المباراة الثانية في المربع الذهبي فوز البرازيل على هولندا بدربات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل أعضف لمثله المباراة النهائية أيضا بين فرنسا والبرازيل التي أقيمت على ملعب ساندوني بدواح باريس ستكون شهدة على إدارة حكم إفريق لأول مرة نهائي في شخص المغربي سعيد بالقولة الذي أبان عن احترافية وبرودة أعصاب كبيرين خلال اللقاء فرنسا وبفضل نجمها الأول زندين زيدان ستتمكن من افتتاح النتيجة في الضاقة السابعة والعشرين قبل أن يعود في نهاية الشوط الأول لإضافة الهدف الثاني يتبقى النتيجة على حالها في الوقت الذي بدأ فيه اللعبون البرازيليون تائهون على أرضية الملعب وعلى رأسهم نجم الفريق رونالدو قبل أن يختصم أمانويل بوتي النتيجة بذف ثلث المنتخب الدياكا في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء الثلاثية منحت فرنسا لقب آخر أو لقب آخر كأس عالم في القرن العشرين وأولى ألقابها في المونديال بجيل ذهبي ملابث أن تحصر سنتين بعد ذلك على لقب يورو ألفين إلى اللقاء اشتركوا في القناة